وفي فرنسا وبفارق كبير تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة حيث حصد أكثر من 34% من الأصوات فيما حل تحالف اليسار في المرتبة الثانية بأكثر من 28% يليه التحالف الرئاسي بما يزيد عن 20% حسب النتائج الأولية وتأتي هذه الانتخابات التي تنظم قبل موعدها بثلاث سنوات عقب حل الرئيس الفرنسي البرلمان في التاسع من جوان الجري إثرى خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبية